الموردة التاسمة البداية والنهاية جزء الثالث عشر ابن كثير ثم دخل سنة ستة وخمسين وستمائة ستمائة وستة وخمسين هجري فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة يقول وكان قدومه لا كوخان بجنوده كلها وكانوا نحو مئتي ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأنضاه لاحظ هو يصف حال هولاكو عندما أتى إلى بغداد يقول وهو شديد الحنق أما أتى بنحو مئتي ألف طبعا هذه من أساليب التيمية في التدليس عندما يريد أن يهون المعركة فماذا يفعل؟ يزيد العدد من هنا ويقلل العدد من هنا يعطي المظلومية والمسكنة هنا وينسب ما يحصل هنا إلى الخونة إلى ابن العلقمي إلى الروافض إلى الإسماعيلية ويقوي من هذا الجانب فتكون المعركة غير متوازنة يبرر الخسارة وكانوا نحو مئتي ألف مقاتل إلى بغداد في الثاني عشر المحرم من هذه السنة وهو شديد الحنق على الخليفة هولاكو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه أقول تنبيه كلام ماضح بل إقرار جلي من ابن تيمية في تبرأة ابن العلقمي من كل التهم والافتراءات التي سجلت عليه ومنها التي سجلها ابن كثير نفسه فلماذا هذا الاضطراب والعشوائية في التفكير فهل إن الطائفية والحقد العنصري يفقد الإنسان توازنه ويقلب عنده مقاييس العدالة والإنصاف والتقييم وأقصد هنا عبارته وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه لاحظ إذن إذا كان هذا الأمر قد تقدم من الله وقدره الله وقضاه الله وأنفذه لماذا تعتب على ابن العلقمي إذن أنا أقصد هذه العبارة وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله لاحظ يريد أن يبرر لاحظ في داخله شيء هذا الإطراب هذا المرض النفسي هذا التعارض التناقض التخالف هذه المهزوزية عنده لأنه يعلم أنه يدلس هنا أنه يكذب هنا أنه ينافق هنا لا يعرف ماذا يقول تعرف من لحن القول لاحظ هل يوجد ابن العلقمي هنا إذن أتى أولاكو شديد الحنق على الخليفة ما هو السبب يقول السبب لما تقدم من الأمر الإلهي التقدير الإلهي القضاء الإلهي الإنفاذ الإلهي الأمر الإلهي النافذ المقدر القاضي الحتمي إذن أين ابن العلقمي أشرت إلى هذا سنعرف لاحقا لكن فقط إشارة هنا أقول لاحظ هذا هو السبب الرئيس الذي أتى بهلاكو إلى بغداد وهو شديد الحنق على الخليفة هذا هو هو الذي يذكر هذا السبب ما هو السبب لاحظ فقط نتحدث عن السبب هذا السبب هذا السبب من الذي سببه من الذي أوقعه من الذي حققه من الذي قدم له ومن الذي حاول منع هذا السبب منع هذه الكارثة لاحظ دون أن ندخل في التفاصيل لكن نلتفج جيدا إذن هذا السبب هو في الهلاك والدمار هذا السبب هو الذي أتى بهلاكو إلى بغداد هذا السبب هو الذي جعل هلاكو في الحنق الشديد على الخليفة والحصول olması هذا السبب أراد أن يمنع منه ويمنع من تحقيقه وتحققه ومن إيجاده يمنع من إيجاده أبن العلقمي هذا الخائن أراد أن يمنع هذا السبب لكن من الذي خالف ابن العلقمي الخليفة خالف ابن العلقمي ففعل بخلاف ما يريد وبخلاف ما نصح به ابن العلقمي فصار هولوكو في حنق شديد على الخليفة فتحرك إلى بغداد أحفظ هذه التفت جيدا هذا ابن العلقمي الخائن أراد أن ينقذ الخليفة والخلافة فنصح الخليفة بنصيحة لكن لم يأخذ بها الخليفة فأخذ بنصائح المماليك بل امتثل لأمر المماليك المسيطرين على بلاد المسلمين فاستخف بهولاكو واحتقر هولاكو واستهان بهولاكو فصار هولاكو في حنق شديد فتحرك إلى بغداد على هذه الصفة وقصد الثأر لكرامته لجبروته لهيبته لسمعته لجيوشه لدولته لسلطانه يتحدث ابن كثير يقول وهو يتحدث عن هذا الأمر يقول وهو أي الأمر الذي جعل هولاكو يحنق جدا على الخليفة العباسي يقول وهو أنه هولاكو لما كان أول بروزه من همدان متوجه إلى العراق لاحظ قبل أن يصل إلى العراق كان أول بروزه من همدان متوجه إلى العراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي على الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية بهدايا عظيمة بهدايا كبيرة بهدايا كثيرة بأن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مدارات له عما يريده من قصد بلادهم وهذه ليست من الذكاء عند أبن العلقمي بل كل من سبقه كل من سبقهم من البلدان التي وصل إليها هولاكو إما أعطوا الهدايا له هولاكو وكسبوا رضاه وصاروا أمراء وخلفاء وصلاطين بأمره وتحت سلطته وصاروا أمالا عنده وانتهى الأمر ومن وقف بوجهه دمر من وقف بوجهه ومن معه من الرعية من الناس من البشر من الحياة للإنسان والحيوان والنبات إذن هي قضية معروفة تعرف بالتجربة وهي كل إنسان يستطيع يتيقن بها ومنها لأنها قضية محسوسة لكن معا بداهت هذه القضية وضرورة هذه القضية ووضوح هذه القضية لكن الخليفة لم يأخذ بهذه النصيحة التفت جيدا إذن من يريد أن يتسلط من يريد أن يسقط الخليفة من يريد أن يتآمر على الخليفة من يريد أن يحصل على الخلافة من يريد أن يأتي بالخليفة الفاطمي من يريد أن يأتي بخليفة رافضي من يريد أن ينتقم من الخلافة ومن الرعية ورعية الخلافة من أبناء المذاهب الأخرى هل ينصح الخليفة بهذه النصيحة قبل أن يأتي هولاكو إلى العراق يقول له ارسل إليه الهدايا السنية مداراتا لهولاكو حتى لا يقصد بلادك هل الخائن يفعل مثل هذا لكن أين العقول أين الانصاف أين الضمير لا يوجد نحن كما قلنا ليس للدفاع عن ابن العلقمي عليه ما يستحق كان من أعوان الصلاطين لقد فتك بالشيعة بأتباع أهل البيت بسبب عمله مع السلطان لو لم يكن يعمل مع السلطان وكان له من المعارضة من الحاقدين من الحاسدين من الطائفيين في الطرف الآخر فما علاقة الشيعة الرافضة في بغداد في الكرخ حتى يتعرض لهم جيش الخليفة وجيش الخلافة فيفتكون ب الشيعة وينتهكون الحرمات في محلات الشيعة ما هي علاقتهم لاحظ لأنه دخل في العمل مع السلطان دخل في السياسة فماذا يفعل كما يحصل الآن عندما تحصل المنافسات بين السياسيين أين تنعكس تنعكس على الناس الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا تأييد لهم لا لهذا ولا لذاك لكن يعتقدون بأن هذه حاضنة لهذا هؤلاء لهم أصوات لصالح هذا أو لصالح ذاك وهكذا فيبتلي الناس ويقع الناس في المحذور وفي الدمار وفي الهلاك وفي التهجير وفي القتل وفي التضيع نفس الحالات نفس الحوادث نفس الوقاع تتكرر قصص تتكرر القذة بالقذة وماذا فعل في زمن الدولة العباسية وهو وزير عند العباسيين تعرض الشيعة للهدك والفتك والانتقام والقتل وانتهى كل الحرمات وعندما أتى هولاكو لا يوجد فرق بين شيعي وسني كل من في بغداد قد سحق إلا من عنده الأموال من التجار سواء كان من السن أو من الشيعة أعطى الأموال وحصل على الأمان إذن لا فرق في الانتقام ولا فرق في الرشاة إذن ماذا جنى الشيعة ماذا جنى الروافض من ابن العلقمي إلا المصائب والدمار لكن نحن نتحدث مع ما حصل من أحداث نتحدث مع الواقع نتحدث مع ما نقرأ ونفهم